موسيقى موسيقى طب نرجع للمثل اللي ذكر الرب يسوى عن يعني مالك وعنده اتنين مديونين ولانه بالاصل برجع كل المبلغ للملك بس واحد عبد كان مديون بعشر تلاف وزني يعني مبلغ كبير وبعدين لما راح للسيد للحساب قال له دخيلك بس اعطيني مهلي يعني يعني انا بسددك كلها فالرب بسامحه يعني ترك له الدين بالكامل فرح شاف عبد تاني وكان مديون له مبلغ صغير مية دينار فمسك في خناءه وقال له اذا ما بتسدش الدين بتفوت وحطه في السجن وراح وشتاكل للسيد انت سامحت هذا العبد الكتير ما قدرش يسامحه بالبالي شو العبرة اللي متعلم من هال مثل الحقيقة المثل ده بيشرح ايه هو الغفران وايه هو عدم الغفران فالغفران هو اللي عمله السيد السيد الملك ده الغفران خد بالك انه ما عملش اي حاجة حتى المالك عاد به قال له كل هذا الدين تركته لك لانك طلبت لكن بيقول عن السيد انه هو تحنن واطلقه وترك له الدين انا عايز اعرف نفسي انا سمحت ولا لا فيه تحنن في قلبي نعمر اتنين مش هطالب بالدين سيبتلك انت القضية الملف الكيس دي اتصار في انت يا رب انا هسيب حقي هسيب الدين اللي عليه في المقابل اللي عمله العبد ده مع العبد التاني هو يمثل عدم لم يرد لم يرد وامسك بعنقه ودخله في السيد وهنا حل كلمة لم يرد دي تديني حل انه عدم الغفران قرار ارادي زي ما الغفران قرار ارادي يوحد يقول انا اصلي موجوع لان المشكلة مش موجوع لان احنا عرفنا انه مش طقتك ولا سلطة انا مقدر ولا اعظم قديسي ادي لكن انت عايز ولا مش عايز اللي ما قفرش ارادة لم يرد من فعل المصدر ارادة